اهلا بحضراتكم في هذه التوطية اعلن مكتب الاعلام الحكومي في غزة وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الاخبارية عن استشهاد 15517 طفلا فلسطينيا منذ بدء العدوان على غزة بالاضافة ل17000 يعيشون دون والديهم او دون احدهما و 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء بسبب الحرب وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف بحسب تقرير نشرته حول نقص الغذاء لدى الاطفال ان من 9 من كل 10 اطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء وان سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في الكطاع بينما اكدت منظمة العمل الدولية خلال جلسة اعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف ان معدل البطالة في كطاع غزة وصل الى ما يقرب من 80% وذلك نتيجة العدوان الاسرائيلي على الكطاع الذي دمر البنية التحتية وقالت المنظمة ان غزة في حالة خراب وسبول العيش مدمرة والعمل نادر واشددت على ضرورة ربط اعادة اعمار البنية التحتية والخدمات في غزة بالالتزام بتوفير العمل اللائق فيما افاد وزير التعليم الفلسطينية دكتور امجد بورغوم في اتصال هاتفي مع قناة القاهرة الاخبارية ان الحرب الاسرائيلية تستهدف العملية التعليمية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة حيث جرى تدمير اكثر من 280 مدرسة من اصل 309 واشار الى ان ما يزيد على 75% من الجامعات الفلسطينية في غزة جرى تدميرها ايضا اشار الى ان اكثر من 88 الف طالب وطلبة مسجلين في التعليم الجامعي وجزء كبير منهم التحق بالتعليم عن بعد مع جامعات الضفة الغربية واوضح ان اكثر من 20 الف طالب وطلبة في غزة يدرسون من خلال التعليم الالكتروني هذا وكانت قد ادراجت الامم المتحدة اسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تضر بالاطفال في المناطق السرع حيث ابلغ لامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتريش ما يسمى ملحق الدفاع الاسرائيلي في الولايات المتحدة الامريكية اللواء هيدي سيلبرمان انه قرر اخيرا ادراج اسرائيل في القائمة السوداء الى جانب دول ومنظمات من بينها داعش والقاعدة وبوه حرام وقالت صحيفة يديعوت احرانوت الاسرائيلية في تقرير نشرته يوم الجمعة ان كل مساعي اسرائيل لاقناع جوتريش بتجنب هذه القطوة باءت بالفشل وستظهر اسرائيل في القائمة السوداء التي ستنشر الاسبوع المقبل ضمن تقرير سيتم توزيعه على اعضاء مجلس الامن وستجري مناقشته في السادس والعشرين من يونيو الجاري وتضم القائمة السنوية للامم المتحدة والمعروفة اعلاميا باسم قائمة العار الاطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الاطفال لأول مرة تعلم فيها الامم المتحدة بالفعل ان الجيش الاسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الاطفال وسيكون القرار الاممي بضم اسرائيل للقائمة ساري لمدة اربع سنوات مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات